إذن تترقب أسواق الطاقة اليوم نتائج اجتماع تحالف أوبيك بلس والذي سيحدد سياسة إنتاج النقط خلال الأشهر المقبلة رغم أن التحالف سيعقد اجتماعه عبر الإنترنت يعتزم عدد من وزراء أوبيك بلس سفر إلى العاصمة السعودية رياضي المشاركة فيه هذا بحسب رويترز بعدما كان من المقرر في الأصل أن يعقد الاجتماع حضوريا في فيانا لكن تقرر عقده عبر الإنترنت الأسبوع الماضي خلال الاجتماع سيناقش التحالف ما إذا كان سيتم تمديد قيود الإنتاج البالغة نحو مليوني برميل يوميا حتى النصف الثاني من 2024 مع إمكانية تمديد بعض القيود حتى العام المقبل هذا وفقا لوكالة بلومبرغ هذا يخفض أعضاء أوبيك بلس حاليا الإنتاج في المجمل بواقع 5.86 مليون برميل في اليوم أو ما يعادل نحو 5.7% من إجمالي الطلب العالمي ويسرنا نستطيف هنا في الستوديو بشار الحلبي محل الأسواق النفط والطاقة لدى أرغس بشار أهلا وسهلا فيك شكرا حضورك اليوم كتير مهم لأنه صار في كتير لغط بالاجتماع وين هيكون وين رح يصير يبدو وهذا الشيء طبعا بيعكس للقلق والتوتر ليس فقط لدينا نحن يلي مش عم نقدر نفهم الأخبار لكن أيضا لدى المجتمعين وين يكون التوتر بتحديد؟ أولا شكرا على الاستضافة سبا طبعا يعني اللغة اللي صار نهار الجمعة هو بيعكس مثل ما حضرتك حكيتي النوع من التوتر وصعوبة المفاوضات التي تخاط في هذا الوقت يعني من أجل الخروج بقرار ربما بنهاية هذا اليوم أولا كرميل نهار الجمعة اللي صار أنه فعلا هناك بعض الوزراء الذي تم دعوتهم يعني للرياض ليحضروا الاجتماع مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ولكن هذه مبادرة فردية بحسب المصادر اللي تكلمنا معها الوزير حب أنه يكونوا موجودين وأنه يصير فيه نقاش بهذا الخصوص هل المدعوين وزراء معينين مثلا هل هم من بين الدول اللي عم تخفض عند تخفيضات طوعية؟ نعم الوزراء المدعوين اللي بعرف فيهم أنا هني كزاخستان العراق الإمارات الكويت وعلى الأرجح الروسية أيضا وإذا نظرنا لهذه الدول أولا هي دول نشاركة بالخفض الطوعي واحد ولكن أيضا جزء من هذه الدول هي التي لا تلتزم إلى حد ما بالاقتطاع والتي عانت في الأشهر الماضية يعني وعلى رأسهم هني العراق وكزاخستان وهناك سابقة أنه تحديدا أيام كوفيد عندما انتقلت أوبيك للاجتماعات عبر التطبيق زوم أو الفيرتشول نعم كان يتم دعوة بعض الوزراء مثلا إلى الرياض للمناقشة ولحضور هذه الاجتماعات سويا وأعتقد أن موضوع الالتزام هو أساسي أيضا لمنظمة أوبيك وللسعودية ونحن لاحظنا أنه في الأشهر الماضية تقدمت كل من كزاخستان والعراق بنوع من خطة من أجل تعويض الفائد الإنتاج التي قامت به في الجزء الأول من هذا العام أو الربع الأول من هذا العام خطة لغاية نهاية هذا العام تقول أنها تلتزم في الاقتطاعات التي ستقدمها وهذا الموضوع كان إشارة لأنه بالاجتماع القادم في حزيران قد تقوم أوبيك بتمديد الاقتطاع الطوعي حتى إما الفصل الثالث من هذا العام أو حتى نهاية العام لأن التشديد على الالتزام بات ملح وأساسي جدا بالنظر لوضع السوق وسعي أوبيك طبعا لإيجاد التوازن في هذه السوق كما دائما نسمع كما هي المهمة بالفعل طيب أولا هل لبوا إلى الوزراء برأيك أو بتعرفوا أنه لبوا الدعوة بداية ثانيا طبعا ما في شيء يعود عن الجلوس على نفس الطاولة والكلام وجهن الوجهن لما بيكون الموضوع معقد جدا هل عندنا فكرة شو هي المقترحات يلي عم بيصير في عليها شد؟ بخصوص التلبية قد يكون موضوع التلبية هو موضوع سياسي أيضا يعني كما ذكرت حضرتك أن المفاوضات معقدة جدا وبعض الدول مثل أي مفاوضات سياسية وديبلوماسية بتحصل في المنظمة المفاوضات لا تسير بسهولة وإلى الإمام طبعا الجميع عنده حساباته الجميع عنده التزاماته هناك حاجة لمثلا بلد مثل العراق هناك حاجة لمردود كبير لأن الميزانية كبيرة جدا فبعض التروحات الموجودة على الطاولة والتي هي أنا برأيي متعلقة إلى حد ما باجتماع بالجمعة في الرياض مش اجتماع جمعة هو أنه التمديد الاقتطاعات التي هي متفق عليها كأوبيك بلس بالعموم لغاية 2024 تمديدة للـ 2025 بعض الدول تريد الحديث أولا في موضوع ما يعرف بالأسسمنتز يلي تفق عليه أي عندما قررت أوبيك في حزيران الماضي أنه سيكون هناك ثلاث مصادر خارجية من خارج أوبيك ستقوم بفحص وتقييم قيمة أو معدلات الإنتاج لمجموعة أوبيك بلس وعلى أساسه بنهاية هذا العام ستقوم أوبيك بتوزيع أو أوبيك بلس بتوزيع ما يعرف بالكوتا على الجميع بعض الدول تريد أن تعرف نتيجة هذا التقييم الذي ينتهي بحسب معلوماتي في نهاية حزيران قبل أن تغوص في قرارات قد تمتد إلى 2025 ولكن أوبيك بالعموم والمنتج الأكبر داخل أوبيك والذي هو المملكة العربية السعودية دائما ما تريد أن تأخذ قرارات تكون طويلة الأمد رغم أنها قرارات تقوم أيضا في نوع من شك للأسواق ولكن تكون طويلة الأمد من أجل أن تبعث برسائل طمأنة للأسواق والتي هي كثير ضرورية للثقة وموضوع الطمأنة لكن هذه التقلبات والتوترة والكلام عن أنه ما فيه توافق بالوقت الحاضر هو الذي يمكن أن يكون أكثر شيء بضر بالوقت الحالي بالأسواق كما هي الموضوع التوافق على الكوتاز وإعادة النظر بالمستويات المرجعية أو البيس لاينز قديش بعاد عنه نحن هلأ وقديش ضروري أنه كان يتم البحث فيه اليوم يعني أنا كان عم بتوارد لأنه هل كان يمكن الأجل الانتظار لما بعد وقت صدور هذه التقارير التي تحدد مستويات الإنتاج لدى كل من الأعضاء قبل البحث يعني يعني شو السبب اللي لازم هلأ ينحكى بموضوع التمديد أم لا السبب ليه لازم ينحكى أو برأيي يعني السبب اللي لازم ينحكى بموضوع التمديد هو لأنه نحن قادمون على اجتماع صعب جدا في شهر 12 بديسمبر التقييم الذي سيحصل في الذي من المفترض أن ينتهي في آخر حزيران هو أساسي جدا ليكون الركيزة التي يبنى عليها في اجتماع آخر العام اليوم اللي حاصل أنه في دول تعرف حق المعرفة أنه سيحصل على حصة أكبر من الانتاج واحدة منهم هي دولة الإمارات الثاني قد يكون العراق أيضا وفي دول أيضا مثل الدول الأفريقية قد تخسر من الكوتا تبعها لذلك هناك تعقيد في الموضوع ما أعلمه حتى الآن أن الحديث قد بدأ في خصوص هذه المواضيع كلها ولكن اليوم أعتقد أن الأولوية هو أنه أخذ قرارات طويلة الأمد ترسل الرسائل الطمأنة التي تكلمنا عنها للأسواق ومن الآن حتى شهر 12 تقوم الدبلوماسية والسياسة يعني لداخل أوبيك بقيادة السيكريتري جنرل هيثام الغيث من أجل الوصول لاتفاقي في ديسمبر طيب نحكي على مفاجأة إذا كان ممكن أن نسمع أي مفاجأة من هذا الاجتماع كان في بعض التقارير بتقول أنه فيه إمكانية حتى أنه نشوف عملية خفض أكبر صح شو هو هذا السيناريو وإمتى ممكن أو شو الأسباب اللي ممكن أنه توصلنا له هلأ المؤشرات كلها تشير أنه الاقتطاع الطوعي اللي هو 2.2 مليون برميل من النفط يوميا سيتم تمديدة السؤال هو هل يتم تمديدة فقط للفصل الثالث من هذا العام أو حتى نهاية العام واحد اثنين هل سيقوم أيضا ستقوم المجموعة الثمانية في اقتطاع أكبر من الإنتاج ما أعرفه أيضا أنه في حال تم التمديد هناك أيضا شروط يتم وضعها من الآضاء الثمانية واحد طبعا السعودية تعلم أن المفاوضات صعبة وإذا أرادت أن تصل إلى نتيجة معينة أمراري يعني مثل ما بيقولوا بالإنجليش They should lead by example يعني لازم يقودوا المجموعة فالتمديد مثل ما حكينا يعني إذا سيكون حتى نهاية هذا العام الدول المشاركة تريد شيئا بالمقابل يعني وهذا الشيء قد يكون هو التقييمات التي تنتهي بحزيران وسيتم البحث بها آخر العام بشار شكرا جزيلا إليك شكرا اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع السبا معي أنا سبا عودي